اهلا بكم متابعين العزاء حلقة النهاردة هنتكلم فيها ازاي تبدأ وتكسب فلوس من البورصة المصرية ناس كتير بتبقى بتحلم انها تشتغل وتكسب فلوس من البيع والشيرة بتاعة القاسو بس مش عارفة ازاي تبتدي اول خطوة انت لازم تعملها انك تروح لشركة سمسرة تكودك يعني ايه تكودك كل واحد شغال في البورصة بيبقى ليه كود خاص بيه في البورصة المصرية وعلشان قطر تشتري سهم في اي شركة ما بتتعملش منك للبورصة بشكل مباشف لازم عن طريق شركة السمسرة دي وشركة السمسرة دي بتسهلك حيات كتير ممكن تديك نصايح ممكن تديك اخبار طبعا الناس كتيرة مننا بتخاف انها تتعامل مع شركات سمسرة وتطلع نصابة او حرامية او غيره فالحل انك لازم تتعامل مع شركة موصوك فيها الشركة دي تجيبها منين قطر تخش على الموقع بتاع البورصة المصرية وهتلاقي في خانة العضوية قايمة كل شركات السمسرة اللي بتتعامل معها البورصة بشكل رسمي بالشكل ده هتقدر تتفادى انك تتعامل مع نصنا الصابة تاخد فلوسك وما تعرفش بعدين كده تجيبها لأ كل الشركات اللي هكلمك عليها دلوقتي لها مقر وليها ارقام تليفونات تقدر ان عندها تروح لهم وتتعامل معاهم بشكل مباشر وهم مترتبين في البورصة المصرية حسب حجم التداول اللي بيتم من خلاله يعني هتلاقي اكتر الناس اللي بتتداول في البورصة المصرية بتتداول انتريه الشركات دي شركة التجاري الدولي للسمسرة بايونيرز الاهل فروس هيرمس والمجموعة المالية للسمسرة وهتلاقي شركة بيلتون وشركة العربية اونلاين وشركة مباشر وشركة الاهرام للسمسرة وغيرها من الشركات حضرتك كل اللي انت بتعمله ان انت بتاخد رقم تليفون بتاع الشركة دي وبتكلمهم تروح لهم زيارة بتعمل معاهم عقل العقد ده ما بيكونش فيه بس البنود الخاصة ما بينك وما بين الشركة لا كمان انت بتمدي ورق يسمح لهم انهم يحطوا الاسهم بتاعتك في محفظة بنكية يعني هتلاقي ورق يخص البنك من ضمن العقد بتاعك ودي اهم خطوة قبل ما تبتدي وتحول لهم فلوس يعني حضرتك ما تحولش مليم غير لما تكتب العقد معهم طب ايه الفرق ما بين الشركات دي هتلاقي فيه شركات تقدر تكلمهم وتبيع وتشتري الاسهم بتاعتك عن طريق التليفون او عن طريق الويب سايت بتاعهم وفيه بعض الشركات كمان عندها موبايل أبليكيشن عشان تسهل لك البيع والشير فيه كتير طبعا من الناس بتحب تتداول بشكل مباشر ما بينها وما بين شخص ما بتحبش انها تتعامل بالموبايل أبليكيشن او عن طريق الويب سايت لانها بتحب تاخد نصايح الناس اللي هي بتكلمهم وهتلاقي كمان كل شركة بتختلف عن التانية في العمولة بتاعت البيع والشير والعمولة دي بتبقى لكل ألف جنيه يعني هتلاقي مسلا فيه شركة ممكن تاخد منك ثلاثة جنيه على الألف جنيه في بعض الشركات التانية ممكن العمولة بتاعتها تبقى صفر في الألف ما تاخدش منك عمولة أصلا وبتختلف الشركات دي حسب سرعة البيع والشير يعني مش كل الشركات زي بعضها فيه شركات معها رخصة انك تقدر تبيع وتشتري الأسهم في نفس جلسة التداول يعني تبيع وتشتري في نفس اليوم ودي تخص المطربين الناس اللي بتحب تبيع وتشتري في نفس اليوم كذا مر وفيه شركات تانية ممكن تبيع بعد مرور 24 ساعة من شرعة السهب وفيه ناس بعد 48 ساعة من شرعة السهب بيسموها تي بلاس تو ودي طبعا بتأيدك شوية يعني لو حضرتك السهم علي بيك ما تقدرش تبيعه غير بعد 48 ساعة ودي طبعا ممكن تخليك تفوت فرص كتير منك فيفضل قبل ما تتعامل مع شركة سمسرة تتأكد الاول انها بتتعامل تي بلاس زيرو بعد ما تكتب العقد هما ما بياخدوش منك الفلوس بشكل مباشر هيقولولا هيتدوك رقم الحساب بتاعهم في البنك وحضرتك من البنك بتاعك بتحول الفلوس بتاعتك على حسابهم البنك وبتاخد طبعا رقم التحويل وصورة منه إن أمكن وتبلغهم برقم التحويل البنك ده هتلاقي الرصيد نزل في الحساب بتاعك في الشركة عنده وده بيتم في خلال تلات أيام بحضة أقصى وكمان بيكونوا كودوك وخلصوا لك الإجراءات بتاعت البنك فيه ناس كتير بتسأل طبعا هل أنا محتاج فلوس كتير عشان أبتدي أتداول في البورصة الإجابة لا لكن بعض الشركات بيبقى لها حد أدنى يعني فيه بعض الشركات تقول لك عشان تشتغل عن طريق الموبايل ممكن لازم تتداول بحد أدنى عشر تلاف جنيه وفيه ناس بدون حد أدنى نهائيا وفيه ناس عشان تعمل لك المحفظة بتاعتك لازم تحول لهم على الأقل مئة ألف جنيه وكل ده انت هتعرفه لما تيجي تتكلم الشركة وتعرف لحد الأدنى بتاعتها كان طب أسعار الأسهم بتبدأ من كام هقول لك ان فيه أسهم أسعارها بالقروش وفيه أسهم تانية بيوصل سعرها لربعمائة وخمسمائة جنيه للسهم الواحد يعني لو حضرتك عايز تخش أساسا بخمس تلاف جنيه أو عشر تلاف جنيه تقدر تخش وتشتري كمان أسهم كتير لكن نصيحتي لك البورصة من الحاجات اللي الاستثمار فيها علي المخاطر فما تحطش فلوس في البورصة أكتر من ثلاثة في المية من رأس مالك والفلوس اللي انت تحطها لازم فلوس انت ما تكونش محتاجها نهائي وخصوصا على المدى القريب يعني ما تجيش تبقى انت عارف ان انت محتاج فلوس بعد ثلاث شهور وتحطها في البورصة لأ لازم تعرف ان الفلوس بتاعتك هتحطها وتاخدها على المدى البعيد ولازم تعرف كمان اللي بيخش ويعمل حسابه ان هو هيدارب هيطلع ويخش ده دايما بيخسر في الحلقات اللي جاية ان شاء الله هكلمكم اكتر ازاي تتداول في البورصة بحل مخاطر ممكن واتمنى لكم جميعا التوفيق واقول لكم سلام اشتركوا في القناة